ثقافة العربية حالياً أزمة حقيقية وهي في مفترق الطرق فإما أن تنهض وتتخلص من التقليد والانجرار الأعمى وراء الثقافات الدخيلة وتتحرر من التبعية لغيرها أو أن تختار الموت لتصبح المجتمعات العربية دون هوية ثقافية ولا حضارية تختلف المجتمعات من حيث الثقافة التي تسودها كإنجازات غير مادية لشعب أو أمة خلال زمن معين تشمل العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات والإنتاج الأدبي والفني بكافة أشكاله وطرق التفكير ونمط الحياة والفنون المعمارية لكن الثقافة العربية بتنوعها وتلاقحها تحاول أن تكون الأكثر حظاً وقوةً في مواجهة عوامل التعرية الثقافية التي تفرزها تبدلات الأزمان إلا أن انتشار الأمية الثقافية في منطقتنا العربية لا سيما بين أوساط حملة الشهادات التعليمية والجامعية أصبح ظاهرة تنذر بالخطر وربما يعود سبب ذلك إلى الاقتصار على التحصيل الدراسي الرسمي وتجاهل بناء الثقافة المنفتحة والمتجددة من خلال مواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا فضلاً عن مواكبة التطور المعرفي والتقني الذي يشهده العالم بشكل عام وعلى هذا الأساس فإن المؤسسات التعليمية والجامعية في العالم العربي الآن تواجه تحديات مختلفة تفرض عليها أن تغير من طبيعتها وأسلوب عملها التقليدي لمواجهة تحديات ثورة المعرفة وتطور الثقافة والنظام والسلوك والتحولات اليومية في المحيط الخارجي أحد التحديات المهمة التي تواجه الثقافة العربية هو ذلك التطور الحضاري الغربي الذي يقوم بفرض منطقه على الثقافات السائدة في المجتمعات العربية وإجبارها على التطور بعيداً عن جذورها التقليدية الوعي بأن هناك أزمة ثقافية يعد الخطوة الأولى في إمكانية تجاوزها وهو بداية الإحساس بها وتشخيصها ومعرفة أسبابها ثم تحريكها من أجل استيعابها ونقلها من السلب إلى الإيجاب ومن دون هذا الوعي تتخبط المحاولات وتترجل الحلول وتتعثر الخطى فإن خطوة إلى الوراء تسمح بالإدراك خير من خطوة إلى الأمام تؤدي إلى الهاوية